والآن كلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية فليتفضل فخامته بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الحضور الكريم أود في البداية أن أعرف عن خالص تقديري وسعادتي بالمشاركة الكريمة لصديق العزيز فخامة الرئيس فلاديمير بوتين في فعليات بيئة تنفيذ الصبة الخراسية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووي والتي تأذن بمشروع الدولة المصرية في مرحلة الإنشاءات الكبرى لكافة الوحدات النووية بالمشروع كما أتوجه أيضا بالشكر للضيف الكرام السيدات والسادة إنه لمن دواعي سروري وفخري واعتزازي أن أتشارك معكم هذه اللحظة التاريخية التي ستظل خالدة في تاريخ وذاكرة هذه الأمة وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم الذي صنع بعزمته وإصراره وجهده التاريخ على مر الأصول وهو اليوم يكتب تاريخا جديدا بتحقيق حلما طالما راود جموع المصريين بامتلاك محطات نووية سلمية مؤكدا تصميمه على المضي قدما في مصار التنمية والبناء وصياغة مستقبل المشرق لمصر إن هذا الحدث العظيم الذي نشهده اليوم يمثل صفحة مضيئة أخرى في مصار التعاون الوثيق بين مصر وروسيا الاتحادية ويعد صرحا جديدا إضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققها التعاون المصري الروسي المشترك عبر التاريخ كما يعجس مدى الجهود المبزولة من كل الجانبين للمضي قدما نحو تنفيذ مشروع مصر القومي بإنشاء المحطة النووية بالضبع الذي يسير بواتيره أسرع من المخطط الزمني المخرر متخطيا حدود الزمان متجاوزا كل المصاعب ليعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة إيمانا بدوره الحيوي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي واحد ركائز التنمية الاقتصادية وفي قرية مصر 2030 السيدات والسادة أن ما يشهد علينا اليوم من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النوو السلمي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية كونه يساهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل وبما يقلل الاعتماد على الوقود الإحفوري ويجنب تقلبات أسعاره كما أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزيدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطة التنمية الاقتصادية والابتماعية ويساهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجنددة بما حقك لاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ وختاما أتقدم بالشكر مرة أخرى لفخامة رئيس بوتين على انضمامه لهذه الفاعلية كما أعرف عن خالص الشكر والتقدير للعاملين بكل من شركة أتوم ستروي أكسبورت البقاول العام الروسي للمشروع وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التي تشرف على تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق أهملا دوام التوفيق في مراحل المشروع المقبلة مرة أخرى وقبل أن أختتن كلمتي أتواجه لك أخي فخامة الرئيس بوتين بكل الشكر وكل التقدير وكل الاحترام على دعمكم لكي يخرج هذا المشروع إلى التنفيذ لو لا دعمكم منذ ديسمبر 2017 وحتى الآن أتصور هنا بسجله لكم وبدعمكم الشخصي لإتمام هذا المشروع شكرا لفخامة الرئيس بوتين مرة أخرى أشكركم وأشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة